بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أخي لخلك الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني وأخواتي طالبت وطالبات الصف الثالث سنوي أخبركم إيه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة طبعا كان امتحان الإنجليز بتاعكم وعرفت طبعا معلش أن في بعض التكات كده الصعبة عليكم لكن إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بالنسبة لكم وياريت ما تفكرش في اللي فات خلاص الإنجليزي صفحة اتقفلت الأمر انتهى ما تحاولش تلاجع ما تحاولش تصعب الأمور على نفسك الوقت اللي جاي أنت أولى به وما تزعلش من الامتحان الصعب سداني بالعكس ده بيهد التنسيق بيقلل المجميع العالية عشان تقدر توصل لكل اللي أنت عايزها ما نفرحش طبعا بسهولة الامتحانات بالذات الطالب الكويس طبعا يهموا الامتحان يبقى فيه تكات طبعا تميز المستوى وكمان ما تنساش أن الصعب في الامتحان مش صعب عليك لوحدك لذا بيكون على المستوى الجمهورية وبالتالي بيبقى الأمور فيها مساواة وعدل إن شاء الله في التنسيق خلاص بقى نقفل الصفحة اللي فات ونشوف اللي جاي إن شاء الله إحنا عندنا امتحان الأحياء يوم الخميس زي المهاردة وده طبعا فرصة بتتكرر كل خمس سنين مرة إن يبقى قدام الأحياء أسبوع طبعا عايزين نبدأ على طول بقى مش عايزين نضيع وقت خلاص يعني معاك انتهى يوم النهاردة خلاص يعني نبدأ بقى صفحة جديدة مع ليلة الخميس اللي هو النهاردة وإن شاء الله طبعا إحنا كان نفسنا تكونوا معنا طبعا في الشغل اللي إحنا متعودين عليه وتكونوا قدامنا وانتبعوكو وعشان الحالة النفسية نقدروا نعالجوها طبعا بعد كل امتحان لكن إن شاء الله خير احنا عارفين الظروف وأنا يا سداني من أول الناس اللي كنت أتمنى أن أشتغل لكن الظروف الحمد لله على كل حال هنحاول أن احنا نستفيد بالمفيد في الأمر ما تنساش سداني انت في مميزات أحسن من أي دفعة فاتت وجود المدرس لحد عندك في اليوتيوب دلوقتي بقى الأمر سهل أنا كنت أخر حد أتوقع أن أنا أتواصل من خلال السوشيال ميديا وليوتيوب لكن الظروف حكمت فسداني أنت في ميزة دلوقتي أنت كل حاجة متاحة بالنسبة لك عارفين طبعا أيام المراجعات والتكدس بالطلبة بيبقى عامل إزاي والظروف وموصلات بتضيع وقت دي وانت جاي وقت دي وانت مروح فما تنساش أن كل دي حاجات أنت توفرت لك دلوقتي في البيت إن شاء الله أنا جاهزت شوية فيديوهات ولسه بستمر في استكمال السلسلة إن شاء الله حيكون في مراجعات تفصيلية إن شاء الله لمعظم الأسئلة الصعبة هنبدأ إن شاء الله في رفع الفيديوهات من النهاردة هنقسم لك طبعا المنهج على فصول وأجزاء اللي أنا طلبه منك طبعا تستحملني بمعنى ممكن تكون الفيديوهات فيها شرح تفصيلي كتير عشان بس نغطي على المنهج بشكل كويس خاصة أني عدى فترة مثلا أنت بعيد عن الأحياء فأنا حابب أزود أو استرجع المعلومات معاك تاني بشكل تفصيلي لكن نصحة مني أنا بطعب جدا في الفيديوهات ربنا الأعلم عشان أعدها لك فأنا مش عايز تعب ده يكون على الأرض يعني كل اللي بحتاجه منك إن انت برضو تتابع تذاكر ما تركنش الحاجات على نفسك حسيت إن الفصل سهل عاس تذاكره لوحدك ما فيش مشكلة مش شرط الفيديو مش بقول لك لازم تسمع فيديوهات لكن لازم تذاكر لازم توصل للي أنت عايزه ده الهدف الأساسي اللي احنا كلنا بنسعى ليه كمدرسين الفيديوهات إن شاء الله هيكون فيها متأسمة على أجزاء كتيرة على الدعم والحركة والتنصيب والتقاصل إن شاء الله مجموعة فيديوهات حتى يعني حتقدي لك كل الأغراض وكل الحاجات اللي انت محتاجها ما تقول ليش كنت عايز أجل درس كنت عايز أشتغل أنا سداني كنت عايز أكتر منك كان نفسي طبعا يكون نهاية الشغل معاك نهاية إن أنا بوفر لك أو بسهل لك كل الأمور بس إن شاء الله إنت على درائب اللي احنا قلناه وإحنا طول السنة كنا تعبنين في حاجات كتير والفيديوهات سداني كل اللي كنت أقوله لك في ليلة الامتحان جوه السنتر أو جوه الدرس فأنا بوفره لك في فيديو فإنت بتسمعه دلوقتي وإنت قاعد في بيتك بتسمعه في الوقت اللي انت عايزه فده أوفر للوقتي طبعا ليك إن شاء الله سلسلة الفيديوهات هنستكملها طبعا هنبدأ إن شاء الله كل يوم بربع فصل معين بحيث إن إحنا ننتهي به ولو خدنا الدعام والحركة على اليوم اللي هو ابتداء من الجمعة ومعنا السبت هيكون التنسيق الهرموني إنت بقى أنا هحاول أنجز في الفيديوهات عشان أوفر لك واحد بخصوص الحلقات اللايب أنا مش بحبها طبعا يعني مش بتعود عليها كتير لكن لو هستنى في التعليقات بتاعتكم لو محتاجين عشان الاستفسارات وطريقة الحل ممكن آخر يومين مثلا اللي هما الثلاث والأربع ممكن نعمل ساعتين لايف ساعة الأربع وساعة يوم الثلاث يكون فائل استفسارات بتاعتكم لو عايزت تعرف إزاي بتجاوب في مشاكل بتقابلك بشكل فردي نقدر نحلها بس إحنا معنا من النهاردة الجمعة والسبت والحد والاتنين دول أربعة أيام عايزك تعتمد فيهم اعتماد كله على نفسك ما تجريش ورا الواهم بقى اللي هو يعني لسه بدري اللي أسبوعه كتير حلحة لا خلاص استغل وقتك ما تنساش ان انت في أيام صدقني ما تخسرش الدقيقة فيها حشان توصل لمستقبلك كنا بنسمع او كنت أنا شخصيا بسمع الكلام ده لكن ما كنتش فاهمه لكن دايما بقول وما زلت هقول انت أقدر ان انت في جيش في ظروف صعبة لفترة معينة وان شاء الله توصل اللي انت عايزه يتحققه بكده نكون أنا رسالتي ووصلتها النهاردة ان الفيديوهات ان شاء الله كده التجهيز انا مش نسيكو وفي ملزمة ان شاء الله كده بجهز لكم فيها التلخصات وانا مش بحب حكاية الملازم دي لان الطالب بيعتمد عليها بشكل اساسي احنا اساسنا كتاب المدرسة اساسنا الكتاب كاملا اساسنا كل المعلومات وده اللي انا متابقى معاك في الفيديوهات نستعين بالله ما نضيعش وقت افتكر ان وراك اهلك وراك ناس كتير بتسعى ان انت تتحقق واحنا وراك بدا ونفسينا توصل اللي انت تتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته